بما عندنا عندنا معجزات في الكهرباء وخلافه فالحقيقة لقينا خبر غريب قوي بيتعلق بان احنا عندنا نقص في سلع رئيسية منها الشاي تخيل مصر فيها مشكلة في الشاي او الله زي ما بقولك كده احنا عندنا مشكلة في الشاي فعلا تعال اشرب شاي مش عارف ايه لأي الشاي ده اللي هو موجود على القهاوي موجود في كل بيت اي حد بيحبس بكبات شاي بعد الغداء او بياخدها بعد الفطار عشان يفوق في ورش النجارة في اي حتة الشاي ده حاجة رئيسية الشاي ده شيء اساسي اللي كانوا بيقرنوا ما بيننا وما بين بريطانيا الانجليش بريكفاست الاساسي فيه هو الشاي بتاعهم يعني بيحطوا عليه لبن او من غير يعني فاحنا كان عندنا في مصر الشاي حاجة رئيسية لكن للأسف واضح ان احنا مش هنشرب شاي في مصر تاني ايه الحكاية شاي العروسة ايه موضوع شاي العروسة شاي العروسة هو اشهر علامة تجارية في البلاد وهو ضمن قائمة السلع التموينية في ازمة كبيرة متعلقة بالشركة شركة شاي العروسة الشركة بتستورد او بتستورد ستين في المية من احتياجات السوق المحلي وبتخشى ان تؤثر هذه الازمة على سداد التزامتها تجاه البنوك طيب العاملون في الشركة دي عددهم قد ايه عددهم خمستلاف موظف وهم معرضون لعدم صرف الرواتب في ازمة حقيقية مش هيقدروا يقبضوا رواتبهم طيب سعر طن البن قد ايه مصر بتحتل المرتبة الثالثة بين الدول العربية الاكثر استهلاكا للشاي سعر طن البن تقريبا حوالي ارتفع حوالي 100% عن سعره في العام الماضي وده كان تصريح لسيد حسن فوزي رئيس شعبة البن الشاي والبن طبعا من اهم السلع الاستراتيجية للمواطن المصري مش محتاج ان انا اكد على حاجة زي كده ما فيش بيت في مصر او بيت مصري بيت مصري دي خلي بالك يعني انا بيتي برا مصر سواء كان في تركيا او في لندن لا يخلو من الشاي والقهوة اي حد مصري بيتفرج عليها دلوقتي في اي بلد في العالم لو رحت المطبخ عندك دلوقتي هتلاقي عندك شاي والقهوة وده من اساسيات الحياة عندنا خلاص ثقافة بقى من الثقافة موروث كبرنا لقينا كده احنا بنشرب شاي والقهوة زي كده ما بنقول صباح الخير لبعض فمصر دلوقتي فيها مشكلة في الشاي والقهوة السعر طن البنة هو كنا بنقولها من شوية ارتفع حوالي 100% عن سعره في العام الماضي وده المصدر حسن فوزي رئيس شعبة البنة عشان ما يطلعش نشأته ورفاقه بيقولك بقول اي كلام المصريين استهلكوا خلال سنة 2021 حوالي 273 مليار لتر من الشاي والقهوة وده رقم بيقولك او بيأكد لك النقطة اللي بيكلم مع حضرتك فيها وايضا المصريين بينفقوا حوالي 5 مليار جنيه سنويا على الشاي والبن بشكل سنوي يعني الكلام ده مش سنة لا احنا كل سنة بنصرف المبلغ ده طيب هل الازمة عند الشاي والقهوة بس لا الحقيقة الازمة واضح انها بتمتد لسلع اخرى واضح ان احنا داخلين على مش داخلين بصوا جماعة احنا عايشين مشكلة حقيقية في مصر مصر فيها ازمة حقيقية وبعد شوية في الفقرة التانية يعني هستعرض لكم نموذج من المسؤولين المضللين في مصر اللي بيحاولوا انه يجذب عليك ويضللك وده لو موجود في بريطانيا اللي بيحبوا يتقرنوا بيها قوي كانها يستقيل كان هيمشي تاني يوم لكن هنيجي للموضوع ده كمان شوية طيب ايه ابرز السلع التانية الازمة قد تمتد لبعض السلع الاستراتيجية الاخرى ده تصريح لاحمد شيحة عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية ايضا مستلزمات الانتاج الضرورية للمصانع والشركات فيها ازمة جيرة جدا فيه ناس بيقولك اصلها موجودة في الجمارك فيه ناس بيقولك اصلها ما طلعتش فيه ناس بيقولك اصلها مش عارف ايه لكن فيه ازمة متعلقة بمستلزمات الانتاج ايه كمان من السلع الاساسية اللي موجودة في كل بيت الحبوب بقليات الفول العدس البهارات والجبنة المستوردة ايضا فيها مشكلة كبيرة جدا وده ادى لانتشار عدوى اغلاق في المناطق الصناعية بسبب ندرة المواد الاولية ده اللي كنا بنقوله مواد الانتاج وفيه تحذيرات من منتجين وتجار ان احنا عندنا مشكلة كبيرة جماعة في موضوع مواد الانتاج وادت الى اغلاق مناطق صناعية شح الدولار اجراءات البنك المركزي منعت دخول سلع للبلاد وما زالت حبيثة الموانئ ده اللي كنت بتكلم مع حضرتك عليه هناك في الجمارك في الموانئ حبسين بعض السلع الكتيرة جماعة خرجوها عندنا مشكلة في الدولار عندنا مشكلة مش عارف كذا ده بالتبعية حصل ايه بعد ما السلع دي ما بتدخلش البلد حصل ارتفاع كبير في الاسعار وشح السلع في الاسواق طيب هل الازمة وقفت عند بعض البقليات والحبوب لا الحقيقة القصة وصلت للزيوت السمك لالبان والجبن المستورد من الخارج طيب في مشكلة تانية متعلقة بالاسعار بعد السلع تجاوزت نسبة الزيادة فيها خمسين في المية خلال الشهور الماضية كانوا طلعوا من شهر قالك لا يا جماعة ده احنا مش عارف ايه ده احنا البيض وصلنا لستين دكرتونا بقى بتسعة وخمسين جاي لك هو كمان شوية اقولك اسعار البيض ايه لكن خلينا نشوف مثلا مثال على ارتفاع الاسعار سعر كيلو الحبهان اللي انا ما بحبوش بصراحة لو جيب بقي وانا باكل بتبقى ازمة لكن سعر كيلو الحبهان بقى بقى الف جنيه اتنين وخمسين دولار يا أستاذ احمد نقف هنا شوية يا جماعة معلاش يا أستاذ احمد اخبار الحبهان ايه الخبر ده لو كنت قريتهم بارح كنت نزلت بنفسي صورتلك الحبهان في لندن وشوفنا كيلو بكام اتنين وخمسين دولار دولي يعني تقريبا 45 باوند او 40 سترليني تقريبا حاجة زي كده يعني كيلو الحبهان ب40 سترليني انت اخب بالك انت بتتكلم بألف جنيه كيلو حبهان انه ما حدش بيحبه اصلا بس يعني ما فيش غنى عنه في الاكل في مصر نروح لكارتونة البيت كده ونشوف كارتونة البيت بقى بكام في مصر دلوقتي 120 جنيه خلال ايام الكارتونة هيرتفع سعرها ده مش تصريح لقسامة جويش ده تصريح احمد نبيل عبدالله من اتحاد منتجي الدواجن ونختم الفقرة دي مع سعر طن الدرة اللي بيتجاوز 8000 جنيه بعد ما كان 3000 ده احد ابرز علاف الدواجن طبعا لكن احنا بنتكلم على الضعف تقريبا ثلاث مرات ثلاث مرات يا مؤمن الاسعار بتزيد بالتأكيد تعالوا تشوف كده الناس قالت ايه على موضوع الشاي والقهوة وغلاء السلع الرئيسي حسن المصري بيقول بعد ازمة شاي العروسة انزل ليابني بشاي تحيا مصر من انتاج خير توليفة الارض ضيعت الشرف العسكرية ارحل يا فاشل مع ممنوعة هاشتاجات اخرى اما مالكوم اكس فبيقول في مصر الاوضاع واضحة ولا تحتاج جدل احمد موسى يقول الاسعار هتزيد 30% الشهر القادم شاي العروسة تشكو لمجلس الوزراء انها قد تتوقف عن الانتاج لعدم وجود دولار لاستيراد شحنتها انا ملحق شعرة ممكن نرجع تاني لو سمحتوا لمالكوم اكس لاستيراد شحنتها من الشاي لاحظ اننا بننقل الاخبار من معسكر النظام الامور تسوق وتزداد سوءا فماذا عن المستقبل المستقبل ان ما فيش شاي ولا اهوة في البيوت المصري تغريدة اخرى لهاني مصطفى بيقول بعد ازمة شاي العروسة ودي البداية يجي احمد موسى حرام البط وعمر اديب والاعلام المغرض يقول لك يجب الاستفاف الوطني للمرور من ازمة الاكل والشرب وانه لو لا الامن كانت الدولة خربت اكتر من كده اقول لك باصرف لكل مواطن طلقتين من السلاح على التموين عشان يأكلهم وهو اضل نقص اخر تغريدة معانا ليه مين ليه كده كده ناهد البحر بتقول لما عرفت بازمة شاي العروسة قلت روح اشتري اتنين كيلو كنت باشتري كيلو من كام شهر بخمسة وسبعين جنيه دلوقتي بقى بخمسة وتسعين جنيه مع علينا الكارسة اللي بجد ان علبة سامنة فرن الالف وثوانمائة جرام بقت بثلتمية وسبعين جنيه ودي لوحدها كارسة الكوارس ده الواقع في مصر نشأت يا بتاع المعجزات روح يوفره للناس الشاي والقهوة وبعدين روح ينظره بعد كده على فرنسا